ورجعنا لكم من جديد ولسا كاملين معاكم باقي فقراتنا وجينا دلوقتي لفقرة الأبراج مع خذيرة ألم الفلك والأبراج سابي طبعا بما أننا خلاص دخلنا على برج العقرب المرة اللي فاتت اتكلمنا عنه بإيجاز شوية النهاردة بقى نتكلم كده عن أحواله إيه الفترة اللي جاية زيك يا سابي زيك عاملة إيه عاملة إيه كويسة الحمد لله بخير العقرب مؤثر عليكي شوية أو كتير علشان إحنا الفترة ديت برج العقرب فدايما اللي هم ملمسين عقرب اللي هم آخر الميزان أو العقرب ذات نفسه يعني هتلاقيهم مودهم مش حلو هتلاقي كل شوية يعني كل ما مثلا يبقوا كويسين مثلا ساعتين ثلاثة هتلاقي بقيت اليوم مش أوكي لو يوم أوكي بقيت الأسبوع مش أوكي بيبقى عندهم ضغوط أو حالة اكتئاب بتسيطر عليهم أو بتخليهم مش في الموت معاني في أحداث حلوة هتحصل لهم يعني أحداث عملية أحداث مادية الفترة اللي جاية عندهم حلوة أوكي عندهم نسبة حظ الفترة اللي جاية عندهم حلوة برج العقرب بوجه عاملة إن هم كانوا بقالهم سنعتين ثلاثة فاتم الدنيا عندهم مش حلوة أوكي نتكلم ممكن العقرب إيه الأبراج اللي تتفق معاه في البنات والأبراج اللي تتفق معاه في الولاد بنات العقرب بنات زكية جدا 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 وصعبين جدا جدا مش اي حد ينفع يتعامل معاهم عايزين كتالوج شخصية قوية زكية الابراج اللي تنفع معاهم الجوزاء والاسد والعزراء الميزان هيبقى نقر ونقير في البدايات تبقى حلوة لكن لا يشتغلوا مع بعض ولا يتجاوزوا لكن يبقوا صحاب من بعيد لبعيد لكن يعودوا مع بعض في مكان واحد سواء شغل أو بيت لا وبرج احنا قلنا الجدي والاسد والجوزاء والعزراء ده البنات بتاعت العقرب أو الولاد العقرب نيجي بعد كده هوات نتكلم بقى تعني نتكلم بوجه عام بشكل عام الفترة دي احوالهم ايه شغل صفر حياة علاقات بس هو برج العقرب من الابراج سواء ست او راجل بيحبوا الصفر جدا جدا سواء داخل البادل اللي هم فيها او الصفر برا لو عظم امكانيات ان نسفروا برا بيحب يكتشفوا بيحبوا الصفر بيحب يشوفوا اوكي والصفر ليهم بيبقى ليه نسبة حظ اكتر من مقعدهم في البادل اللي هم فيها يعني سواء بنت او ولد برج العقرب لو جالهم بفرصة صفر سواء يتفسحوا او شغل يسعوا لها يعني او يجروا على طول يعملوها علشان دي بتديهم طاقة ايجابية غير طبعية بقول لهم الفترة دي خلوا بالهم من الناس اللي حواليهم لان هما من الابراج المائية اللي من السهل يتأثر عليهم من الناس اللي حواليهم يدون طاقة صلبية يعني الابراج النارية والمائية دايما بتتأثر بالطاقات السلبية بطريقة غير عادية لو حواليهم ناس بيشتكوا حد تعبان حد عمال يحكي مشكلة عنده ده كله هما بيمتصوا بطريقة غير طبعية فيخلوا بالهم الفترة دي من الناس اللي حواليهم عشان ساعد بيأثروا عليهم او ما يسمعوش لحد حالي طيب قبل بقمنا اتكلم عن توقعات الفترة دي ناخد شوية رسائل كده من اللي جات لنا او الرسالة بتقول توفق برج الدل وبنت مع برج الميزان راجل والحالة العطفية لبرج الدل بتوفق بنت الدل وبنت والميزان راجل العلاقة نكحة جدا طب حالي ده له البنت مع الراجل الميزان علاقة كويسة جدا 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 بس يمكن برج الميزان في الراجل شخصية متعبة شوية يعني هو من طبعه شكاك وهي بتحب الحب يعني هي عطفية بطريقة غير عادية اوكي فهتبقى مركزة معاه قوي قوي وغيورة عليه قوي وهو هيعرف يستفزها فتخلي بالها بس ان هو من الشخصيات اللي بيحب يستفزوا الناس اللي قدام سبعة وعشرين سبعة بنت سبعة وعشرين سبعة برج الأسد وغضم السرطان الفترة دي خليها نقول التوقعات من خلال الأبراج هل ماشي الفترة دي برج الأسد بقول لهم خلوا بالكم من الناس المقربين حواليكم لان يحصل لهم خيانة يحصل لهم غدر مكيدة في حاجة هتحصل لهم فيخلوا بالهم من الناس القريبة او مش الناس البعاد الناس القريبة هما هيجي منها بمشكلة من عندهم هما فيخلوا بالهم الفترة ديت لكن هما عندهم برضو الفترة ديت عندهم صداقات كتيرة جدا أكتر من حد صداقات جديدة بتخش في حياتهم ناس كتيرة قديمة راجعة بتكلمهم بتسأل عليهم فيخلوا بالهم من الكلام مع الناس يعني يقفلوا عن نفسهم الفترة دي يبعدوا عن الناس عشان الفترة دي عندهم مش حالة خلوت بتسأل عن تسعة وعشرين حداشر بتقول عايزة عرف كل حاجة تسعة وعشرين حداشر بورج الكوس واخدى من العقرب شوية الكوس الفترة دي عنده حلوة والعقرب عنده حلوة فما يتخافش عليه يعني بورج الكوس بواجه عام الفترة دي يبتدوا يرتبوا أوراقهم يبتدوا يبعدوا على الناس لأنهما كانوا فيه فترة فاتت مش حلوة من أول السنة وآخر السنة الفاتت وهم عادوا حساباتهم بطريقة مختلفة يبتدوا يبصوا وقفوا في زاوية تانية مختلفة بقت أنضج من اللي هما كانوا فيها وبعدوا على الناس كتير حواليهم كانوا مقصرين عليهم بطاقة سلبية وفكر مختلف مش مناسب ليهم يعني فبقول لهم الفترة دي عندهم حلوة جدا جدا ولو بيسروا لحاجة يعني يجروا فيها طيب 25-6 بس مش مكتوب ولا دولة 25-6 بواجهة عام برج السرطان واخد من الجوزاء السرطان والجوزاء الفترة دي عندهم حلوة بس هو كل الحكاية أن الجوزاء بس هو اللي متردد شوية لكن بواجهة عام السرطان الفترة دي بيفكر في الماديات أو بيحسب حساباته ماديا أو بيعيد حساباته ماديا لو فيه فلوس بره بيسعى لها أنها ترجع لو عامل شغل عايز الفلوس بتاعته كل فكره الفترة دي برج السرطان في الماديات أنه هو عايز يجمع مبلغ عايز يشوف أنه هو الفترة اللي فاتت ما عملش فلوس أو عمل شغله والدنيا ما زبطتش معاه كل فكره الفترة دي برج السرطان سواء بنت أو ولد هي الماديات طيب معنا أول تليفون من منار ألو ألو يا منار أيوة أيوة أزايك يا منار أيوة أيوة إزاي حضرتك الحمد لله بخير تفضلي أيوة سمعاك أنا سمعاك أنا كمان إزاي حضرتك حمد لله بخير تفضلي ممكن أكلم سابي تفضلي سابي معاك يا منار ممكن أكلمها الحمل الحمل الفترة دي حاسس أنه هو الفترة دي عنده حلوة جدا أوكي وهو حاسس أنه ما خادش حقه عمليا وماديا فهو بيسعل ده وهياخده بس بقوله خلي بالك من الطريقة لكن الدنيا عندك حلوة جدا جدا واللي بتسعيله سواء عمليا أو ماديا يعني هتوصل للي أنت بتفكر فيه أو اللي أنت عايزه سواء بنت أو ولد بس فكر في الطريقة السليمة اللي بتخليه الدينه يعني مبقاش بيغلط وهو بياخد حقه بس لكن الفترة دي سواء عمليا لو حد مثلا كان بيسعى لأنه هو يترقب أكتر من اللي هو فيه شغله أو يبينقل نفسه من مكان لمكان أحسن أو بيسعى للمرديار كل ده هيجيله أو هيوصل للي هو عايزه بس مشكلته بس في طريقته بالنسبة للولد بيبقى عامل زي الطفل بيغرق في شبر مياه ما بيبقاش عارف هو عايز إيه أوكي وبالنسبة للبنت هجومية يعني بتبقى مندفعة فبقول لهم نققوا الطريقة لكن كل اللي أنتوا عايزين توصلوا له هتوصلوا للفترة الجاية أوكي طب 24 رجل 24 رجل برج الحمل برضو بس هو آخر يوم في الحمل واخد من تور عندهم سفر يعني لأنه هو ملمس سويا تور الفترة الجاية دول بيسعوا لسفر أو فيه كلام على سفر أو فيه حاجة هيسافر وهيرجع فيه سفر عنده الفترة اللي جاية ديت وبيسعى لها برضو وهتثبت معه لأنه هو برج الحمل بتثبت معه أكتر الفترة دي وإحنا داخلين على الشتاء يعني بتبقى الدمية عنده ببتدي تثبت شهر من 11 لشهر واحد بتبقى أحسن فرصة عنده يعني طيب 27 رجل 27 رجل برج السرطان لسه كنا بنقول من شوية من السرطان كل فكره وسعي الفترة دي الماديات أوكي من كذا اتجاه بقى يعني بفكر ماديات من كذا اتجاه أو كل الاتجاهات اللي حواليه أو الحاجة اللي مسيطرة على فكر الفترة دي هي الماديات هو عايز يجمع فلوس عايز يشتري حاجة عايز يجمع فلوس عايز يجيب حاجة قيمة معينة عنده فبقوله الدنيا دي الفترة دي عندك حلوة جدا لو انت بتاخد قرار لحاجة أو بتعمل حاجة اسعالها بس تريس طيب 16 ستة راجل 16 ستة راجل ده جوزاء جوزاء سرطان الفترة دي لسه كنا بنقول ان السرطان والجوزاء عندهم حلوة أوكي جوزاء الفترة دي بيسعى ان هو يعمل حاجة جديدة في حياته يعني فيه تغيير هيبقى في الشخصية بتاعته سواء بقى فكر سواء نيولوك سواء بيفكر في حاجة يعملها جديدة في حياته لكن الجوزاء بواجهة عن الفترة دي بيفكر في تغيير في حاجة معينة تخص هو أوكي طيب 1 11 راجل أمش عارفة إيه موجت الرجالة ألا هبت فجأة 1 11 راجل عقرب بيفكر في الجواز برج العقرب ما بيكتفيش بستة واحدة في حياته أوكي داخل علاقة حب جديدة أو في حب جديد داخل في حياته أوكي أن الحد اللي معا ما بيدلوش نفس الكم من الحب والعطاء والاحتواء بيدور عليه بره فالفترة اللي جاية داية تعاطفان الدنيا عنده آآه هتبقى يعني داخل علاقة بكوة يعني هيحارب عشان العلاقة الجديدة بتاعته طيب ياسين بيسأل عن 25 خمسة وأنا مش عارفة هو بنته أو يعني هو بيسأل عن بنته أو عن نفسه 25 خمسة برج الجوزاء واخد من الطور كبرجين أقوية جدا 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 آآه الجوزاء إحنا لسا كنا بنقول إن هو الفترة الجاية داية عنده حاجة جديدة هيعملها والطور برضو هو من الأبراج البرجيني اللي بيسأل الفترة داية عاطفيا أو لارتباط أو لحب أو آآه عاطفيا الدنيا عندهم آآه يعني هتحصل خطوة إيجابية الطور والعقرب آآه بنات الطور والعقرب أو رجالة الطور والعقرب آآه اللي اتنين عندهم علاقة قصة حب جديدة هتخلق هتبقى بتجري في أحداثها أوكي آآه فالفترة العاطفيا الفترة داية هي أعلى حاجة عندهم في البرجيني سواء الطور أو العقرب طيب مع أنا تليفون من هودا ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام زيك يا هودا الله يسلم اتفضلي اتفضلي الحمد لله بخير تفضلي ممكن أسأل عن عني وعن ولادي آآ تفضلي آآ ابني هما بنت وابني يعني كبار شباب في السن العشرينات يعني ربنا يخلي هون عايزة عن الارتباط ماشي خضالي آآ ابني خمسة وعشرين سبعة وبنتي تلتاشر اربعة وأنا تلتين تلاتة طب الثاني خمسة وعشرين سبعة ده ابنك آآ عنده ستة وعشرين سنة آآ خليكي معانا طبيعة وده خمسة وعشرين سبعة ده برج الأسد بخدمة السرطان آآ هو بيسعى لشغل جديد أو آآ في كذا اتجاه عنده آآ هي بتسعى عن الارتباط آآ آآ الفترة دي هيزهر له أكتر من حاجة حاجات قديمة علاقات قديمة وعلاقات آآ جديدة أوكي فيترايس لكن الفترة دي عند الأسد عندهم عطفيا كذا حد بيظهر لهم يعني مرج الأسد سواء بنت أو ولد الفترة دي عندهم أكتر من حد هيخش حياتهم وبقوا محترين ما بين اتنين تلاتة أربعة آآ يعني يترايس أو يتعامل مع الأشخاص كلها كأصدقاء ويختار بعد شوية بلاش ياخد قرار سريع يعني طيب والتواريخ الثاني هودا 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 ألو طيب الخط فاصل طيب منسأل على خمسة وعشرين اتنين بنت خمسة وعشرين اتنين بنت بورج الحوت واخدة من الدلو بورج الحوت نسبة حظه الفترة دي غير عادية سواء عاطفيا أو ماديا أو معنويا لأن هم حتى بقالهم أسبوعين تلاتة الدنيا عندهم ابتدت تثبت قبل فترة من فترة من الدنيا ما كانتش حلوة بورج الحوت بواجهة عامة عاطفيا وماديا الفترة الجاية عندهم مدياتهم هتزبط جدا جدا اللي عنده حاجة عايز يسددها لحد أو فلوس على حد أو فيه فلوس جاية له يعني أموره كلها مديا هتزبط الفترة اللي جاية لأن هم كانوا مديا من فترة ما كانتش الدنيا عندهم حلوة وعاطفيا عندهم أكتر من حد في حياتهم وبالذات بنات الحوت عندهم ممكن يكون اتنين تلاتة داخلين في حياتهم وهم محترين ما بينهم لكن هم مش هتلاقيهم بيجيبوا صيرة حاجة سواء مديا أو عاطفيا لأن هم بقوا يخافهم من العين ونجموهم خفيفة فهما بقوا مش عايزين يقولوا كيلوكال يعني أو يتكلموا في حاجة طيب 14 عشرة بنت وجوزها 14 أربعة 14 عشرة بنت بورج الميزان واخدة من العقرب وجوزها إيه؟ 14 أربعة 14 أربعة بورج الحمل واخد مكور 20 أربعة 24 بورج الحمل برضو وهي بورج الميزان هي شخصيتها أقوى كمورجين مش مناسبين مع بعض يعني هتلاقي في فجوة أو في مشاكل هي شخصيتها أقوى بكتير جدا جدا وهو يعني حد هادي أو بياخد قرار متأخر وهي بتجري في أحداثها كمورجين أنا مانتش نفعين طيب معنا مونة ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام مونة مع حضرتك أهلا يا مونة تفضلي أهلا بحضرتك معرفشي بس كتب أجل تفسر عن حاجة جوز 2 سبع تمام بورج إيه وأنا 10-12 بورج إيه 2 سبع هي هو سرطان وهي قوس ماشي حابة تسألي عن حاجة تانية إيه بدني هتبع معا بسبب نسبة الشغل وقباع إيه؟ متسمع؟ عمليا يعني ماشي شكرا لك يا مونة هو بورج سرطان في الراجل بير عايز حد يحرقه عايز حد هو اللي يجيبه الحاجة الغات عنده آآ آآ يعني هي كبورج كوس هي أسكى شوية كتير أسرع منه آآ ونسبة حظ الراجل السرطان آآ مش عالية من كتر الراجل هو بيرغي كتير أو بيتكلم كتير فدايما بينزل حظه الأرض فلو يسكت شوية ويداري زي ما بيقوله كده داري على شامتك شانت إيد لأن السرطان آآ آآ بيسع كتير جدا جدا لكن آآ حظه آآ قليل جدا 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 لكن الفترة دي عنده حلوة يعني لو هو بيسع على شغل أو حاجة يسعى لها الفترة دي الدنيا دي هتثبت عنده الفترة دي أوكي طيب معانا 24 أربعة بنت 24 أربعة بنت برج الطور آآ وغدا من الحمل آآ زكاية جدا 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 سواء هي طور وحمل أوكي هي برج الطور بس وغدا من الحمل زكاية جدا 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 ما يتخافش عليها يعني ما فيش عندها مشكلة وكا برجين الحمل الفترة دي بيسعى آآ آآ لأنه هو ياخد حقه سواء عمليا أو ماديا والطور عاطفيا الفترة ديت عنده ارتباط أو عنده خطوة إجابية بيسعى لها وهتثبت يعني فيه علاقة داخل فيها أو علاقة قائمة هتاخد خطوة إجابية وهتثبت معه تمام طيب واحد عشرة راجل آآ ميزان الزكاء كله يعني آآ بس هو برج ذكي جدا 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 بيسعى للسفر كتير عملي آآ بس هو شخصية شككة جدا 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 راجل الميزان من كتر شكه آآ وتردده هو اللي بيأخره في أن هو يوصل للي هو عايزه آآ طيب إحنا معنا هودا رجعت لنا مرة تانية ألو ألو أيوة آآ معلش الخطة أصح لأ عادي ولا يهمك إحنا قولنا ابنك آآ بنتي بقى 13 أربعة وأنا 33 طيب تمام ماشي هي كلمتني قبل كده آآ آآ مانا لسه بقولك إحنا قولنا ابنك لأ كلمتني قبل كده في حلقة قبل كده آآ لأ إنت هتفتك للحاجة زينا 13 أربعة وهي 13 أربعة بنتها وهي 30 وهي 33 برضو حمل هما الاتنين مختلفين جدا 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 بنتها 13 أربعة هي حمل طور آآ وهي 33 آآ حمل حوت آآ هي أبطأ شوية أو بنتها أسرع آآ أو فكر بنتها وطريقتها مختلفة هما الاتنين حمل بس واحدة في تلاتة وواحدة في أربعة أوكي آآ بنتها أسرع أو آآ بتفكر آآ لجوة أو بتفكر مع نفسها آآ صوتها من دمخها آآ آآ مامتها بتفكر آآ بيبقى عاطفي أكتر آآ أو آآ لأن ستة الحوت عاطفية جدا يعني آآ أوا بتفكر دايما بقلبها مش بعقلة آآ آآ إالفترة ديت لو هما بيسعوا لشغل أو ماديات أو في حاجة بيسع لها مديا يسع لها لنى الفترة دي عندهم حلوة جدا واللي هما بيسعوا له هيوصلوا ليه آآ طيب آآ 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 آ vi انا برضو حاسة ان انا باستغرب الرقم يبقى انا اتنغبط بس اتنين وعشرين اتنين اتنين وعشرين اتنين برج الحوت وخدمة دلو لسه كنا بنقول دلوقتي النسبة تحظوهم حلوة سواء ده او ده بس يمكن هو الدلو اللي مأثر عليه شوية في التردد لان الابراج الهوائية كلها سواء دلو او جوزاء او ميزان مترددين يعني بيبقوا اسكية جدا 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 وشايفين الحاجة بس عايزين يفكروا وياخدوا وقتوهم كويس جدا جدا عشان عايزين يجيبوا جون فاهمة فمش عايزين يغلطوا فالتردد ده بياخرهم في حد بيزبق بياخدوا الحاجة اللي هم مفروطا ياخدوه واحد عشر سريعا ايه واحد عشر سريعا لسه كنا قلين ايه واحد عشر على الميزان زي ما بقول ان هم عندهم سفر الفترة دي ودخنين على شغل جديد ويبطلوا تردد يعني هم مشكلتهم كلهم في التردد اللي هم فيه شكرا لك سابي نورتينا سابي ان شاء الله نشوفك على خير كده الفترة اللي جايب كده خلصت فقراتنا وخلصت حلقتنا من اينباكس نشوفكو بكرا ان شاء الله استيقى على ستة اونس بايبا اشتركوا في القناة